مزاهرة حاشدي بعد سلاة العصر نصرة لأهل أدي إنسان بسيط وعنده عائلة مؤلفة من ست أشخاص وعيش على قده مزاهرة حالة وعلى المفرق بيبيع أناني غاز طبعا كان عامل زمور بدل ما يصيح يوجه صوته أو كذا عامل زمور الزمور كان يزعج الناس قامت الثورة بدرعة وطلعت غنيت يا حف قام حط مغرفونات على الآلي اللي كان يوزي عليها غاز اللي هي السوزكي وحط عليها مغرفونات وصار يحط أغنيت يا حف يعني هو مثل ما يقوله الإزاعة شاباب يم الحربية على الباب ما كان فيه جرأة حدا أنه يتجرأ يعمل إزاعات يعني أنه تصور أنه بداية المزاهرات مغرفو ما كان فيه كسعر حاجز الخوف وحط أغنيت يا حف وصار يدور فيها بأنحاء البلدة ومبعد مننا تم اعتقاله يعني اعتقاله بمو كان عليه شيء أبداً ولا شيء أبداً يعني أنه ظاهره سلميه مثله مثل أيها الزال شافوا البوارد يمه قالوا يوم اللي دخل علينا الجيش بطلع ١١ عشرة حرقلوا السوزكي حرقلوا ياه قال الله ودمرلوا البيت عنده وفيه شيء بيثبت على الشيء ودمرلوا الإزاعات لأنه كان معروف عن مستر سوريا كلها قطفوا البشار اللاعين وصرخوا كل المظلومين أحضاء حض يا بشار أصر أنه يعمل إزاعات جديدية وما يهموا أنه دائموا له بيت وكسروا له البيت وحرقوا له السوزكي ورجع من الأول جديد الحمد لله رب العالمين أقوى أقوى يعني أقوى ومصر على أنه يتابع المسيرة ومصر على الشيء في البيت أرهيان 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 أرهيان